لَكَ وَالْمُلْ لَعَنَا سَعِيْهَا لَكُمْ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً أيها الأبناء المباركون الطيبون نعم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنصور مشهداً من مشاهد الحج هكذا وهو تصور تقريبي بإذن الله سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هكذا وربنا جل وعلا قال في التنزيل الحج أشهر معلومات فالله جل وعلا جعل ميقات زماني وميقات مكاني الميقات الزماني هي أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة هذه أشهر الحج ونحن في العشر الأول من ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى وغداً يا أطفال ويوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية طيب ماذا نقول نقول لبيك اللهم يلا أطفال لبيك اللهم لبيك لبيك لنا شريك لما لبيك إن الحمد لله لبيك لبيك لنا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمل لا شريك لك طيب خلاص أطفال طيب هنا أطفال وصلنا إلى الكعبة لما يصل الحاج إلى الكعبة الآن يقطع التلبية هكذا عدنا ماذا عدنا الركن اليماني هذا يسمى الركن اليماني وهذه تسمى الحجر الأسود هكذا نحن نبدأ بطواف من الحجر الأسود هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الحجر الأسود ثم يبدأ بالطواف هكذا يعني سبعة أشواط هكذا ثلاثة أشواط الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل يعني يسرع قليلا في الأشواط الثلاثة الأولى وبعدها في الأربع يعني يمشي مشيا متوسطا هكذا أطفال ذوك حنايا لما يقدرش يقبل الحجر وش يقول يشير إليه هكذا ويقول الله أكبر هكذا الآن حنطف سبعة أشواط عفوا هكذا أطفال تبعوني مثلا هذا الحجر الأسود نقول بسم الله والله أكبر ثم نطف والآن الحاج في هذا الموقف يعني يدعو بما شاء كمنا سبعة أشواط الآن نصلي خلف مقام إبراهيم الذي هذا هذا هو هذا هو مقام إبراهيم تعال إياد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ويالطالين آمين طيب بعدما تم الحاج وهو الآن يتمتع بعمرة فهذه عمرة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى فالآن يتضلعون بماء زمزم تعالوا أطفال هذا يتضلع عن الحاج ويتقوى به بإذن الله وهو ماء مبارك هكذا يلا خلاص يكفي إن شاء الله إن السفر والمروى من شاعر الله أبدأ بما بدأ الله به لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر أحسنت ما شاء الله وهذا الدعاء يتنبه ويكرر كل موقف يعني في الصفة ثلاث مرات ثم في المروى ثلاث مرات الآن يا أطفال الآن نمشي من الصفة بعدما أتينا بالدعاء نمشي من الصفة إلى المروى هكذا يلا زيد يلا بسم الله لا 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 هنا نتوقف هنا أروح إدريس تعال هنا كذلك يأتي بنفس الدعاء الذي أتى به على الصفة هنا جبل صغير كذلك يسمى المروى هكذا هنا يأتي بنفس الدعاء ثم هذا قد سعينا يعني سعي واحد بإذن الله يلا طيب أطفال نزيد الآن نرجع إلى الصفة من المروى إلى الصفة يلا بهذه الطريقة إن الصفة والمروى من شعير الله أبدأ بما بدأ الله به لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ورسل عبده وهزم الأحزاب وحده أحسنت أحسنت وآلين يلا آلين السعي بين الصفة والمروى يبدأ وقت السعي بين الصفة والمروى بعد إتمام الطواف ويسحى الحاج بين الصفة والمروى سبع أشواط ويبدأوا من الصفة ويختموا بالمروى وبعدما يعني الحمد لله أتممنا منسك العمر تقريبا بعد الطواف هكذا وبعد الصلاة خلف مقام إبراهيم وقرأنا بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية يقول هو الله أحد ثم تضلعنا بماء زمزم ثم أتينا بالأشواط وسعينا سبعة أشواط والحمد لله وأتممناها بقي معنا الآن الحقل والتقصير كما قال ربنا سبحانه وتعالى محلقين ومقصرين لا تخافون فيبقى الآن بإذن الله سبحانه وتعالى كليتم الحاج عمرته ويتحلل بإذن الله الآن يعني يا إما بالحلق والحلق أفضل يعني يحلق شعره والمرأة تأخذ قدر أنملة فقط من شعرها بإذن الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا أراد التقصير فله ذلك فهو جائز بإذن الله سبحانه وتعالى وقد تحلل من عمرته يبقى معنا بإذن الله سبحانه وتعالى أننا نلبي بالحج من الفنادق ونحن في الفنادق الآن نلبي بالحج في يوم التروية يوم الثامن من أيام من بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا في يوم الغد